أهلا بحضرتكم مرة تانية بعد الفاصل بالتأكيد كلنا تبعنا توجيهات سيد رئيس عبد الفتاح السيسي باختصار الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات إلى عشر سنوات فقط ده بيعكس أنه صحة المواطن على رأس أولويات الدولة وفيه اهتمام كبير الحقيقة من القيادة السياسية بتوفير المنظومة الصحية على أعلى مستوى من الكفاءة طيب إحنا وصلنا لفين في تطبيق هذه المنظومة ده اللي هنعرفت دلوقتي من الدكتور إسلام أبو يوسف نائم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضراتكم وعلى أستاذ المشاهدين صباح خير يا نارك نورنا أهلا بي هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو الصحة هي على رأس أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وده إدها زخم شديد جدا إن إحنا دلوقتي في تور تطبيق أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر وهو مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع مش بيمس فئة معينة من الشعب المصري لا هو بيمس جميع المواطنين غني أو فقير قادر غير قادر كل الناس مع اكتمال تطبيق هذا المشروع هيتعالجوا تحت مضلة هذا التأمين الصحي الشامل سيادة الرئيس وجه إن تطبيق هذا النظام يكون وفقا لأفضل وأعلى المعايير العالمية وبناء على ده الهيئة العامة لإعتماد والرقابة الصحية وضعت معايير الاعتماد ومتطلبات تسجيل مقدم الخدمة اللي هيقدموا خدمات التأمين الصحي الشامل تحت مضلة هذا النظام المعايير دي علشان تحوز على العالمية حصلنا لها على اعتماد المنظمة اللي بتعتمد المعايير اسمها الإسكوا هي منظمة الجودة العالمية منظمة غير هادفة للربح هي مسؤوليتها إنها بتعتمد المعايير دي فتقول إن كل المعايير دي يعني يتبقى مصطرة واحدة كل زي المعايير الأمريكية زي المعايير الفرنسية كله زي بعض حضرتك فينا تقصد الفرق الطبية والمكلفين برعاية المرضى داخل مستشفات التأمين الصحي تشتغل وفقا لهذه المعايير فإحنا أصدرنا هذه المعايير إمبارح الحقيقة كان حدث مهم أوي هو فيه المنظمة الصحة العالمية بتطلق كل عام يوم للاحتفال بسلامة المرضى والتأكيد على أهمية هذا الموضوع إن الممارسات الخدمات الصحية تكون بتحافظ على سلامة المرضى إمبارح الهيئة احتفلت بهذا اليوم وكان المميز إحنا بنحتفل بيه كل سنة إحنا عمر الهيئة ثلاث أعوام فقط بس بنحتفل بيه منذ بداية إنشاء الهيئة إمبارح المميز إن الاحتفال كان فيه خمس هيئات جديدة اللي الدولة أنشأتها لإعادة هيكلة النظام الصحي في مصر فكان هيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الرعاة الصحية وهيئة تأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد جميع الهيئات كانت موجودة مع بعض كنا بنحتفل سويا باليوم العالمي لسلامة المرضى وهنا بقول إن المعايير اللي أطلقتها الهيئة العامة اللي اعتمادوا الرقابة الصحية التنظيم القطاع الصحي فيه نسبة أكتر من 40% منها على سلامة المرضى والعملين عشان نضمن سلامة المرضى والعملين المحاور اللي بترتكز عليها استراتيجية سلامة المرضى ده أنا بشكر حقاك على السؤال ده هو فيه عدة محاور المقسمين يعني بنشتغل عليها أو المعايير متقسمة بناء عليها علشان نحقق موضوع سلامة المرضى ده لأننا عدنا نفكر أيه هي أفضل استراتيجية لتحقيق هذا أو الوصول لسلامة المرضى هو طبعا الأول السادة مشاهدي لازم يعرفوا إن الخدمات الصحية في العالم كله أو الرعاية الطبية عموما هي حاجة معقدة ولكثرة تعقيداتها قد تحمل مخاطر هي بقى مخاطر نسبة مخاطر مش قلال علشان كده لازم نهتم بأننا نكون حطين إجراءات كتير لتحقيق سلامة المرضى والعملين كمان المحاور دي بتبدأ بنبدأ في الهيئة من أول خالص قبل ما نعمل المستشفى أو الوحدة أو المنشآت الطبية وده بتكليف من دولة رئيس الوزراء إن قبل ما الدولة بتنشئ أي مستشفى أو وحدة أو منشآت طبية بتبعت لنا يكلفونا بأننا نراجع الرسوم التصميمية والبرامج الوظيفية للمنشآت دي علشان نتأكد إنها مطابقة لمعايير الجودة والسلامة عشان يتم اعتمدها لا ده قبل ما تتبني علشان المشروح بقى نعتمدها فما تكتسش الزيارة أو التقييم بتاع الاعتماد لأنها كانت مبنية غلط أصل طيب داي خلينا نسألك بقى عن العوامل بشكل عامل على أساسها بتعتمد الهيئة مقدمي الخدمات الصحية بنيجي بعد كده على الخدمات الطبية والتمريضية والدوائية في لها معايير في البيئة المحيطة بتقديم الخدمة مكافحة العدوى السلامة والوقاية من الحريق والمخاطر الأجهزة الطبية والتكنولوجيا اللي موجودة جوه المنشآت الطبية وفي الآخر في حاجة مهمة قوي 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 إحنا يعني بندعو لوضع استراتيجية وطنية لها في إحنا بشتغل مع كافة الأطراف للتغلب على المصاعب اللي فيها هو العنصر البشري لأنه مهم جدا أن يكون عندنا العنصر البشري من مقدم الخدمة الطبية المؤهلين بشكل مناسب المدربين وعندهم خبرات بشكل مناسب وأعدادهم كافية لتقديم خدمات طبية آمنة ده محور مهمة نقشنا فيه مبارح في اليوم العالمي لسلامة المرضى بشكل مكثف وهيبقى فيه عمل مع كافة الأطراف مع الجامعات ومع وزارة الصحة ومع جميع الأطراف المعنية للوصول والنقابات لأن النقابات كانت معانا مبارح كمان للوصول للحلول على المدى الطويل تكون بتحقق لنا أفضل التواجد للعناصر البشرية اللي هي في الآخر هي اللي بتقدم الخدمات رظيم طيب إحنا دلوقتي يا دكتور وصلنا فين في عدد المنشآت اللي مقدمة في هيئة الرقابة للإعتماد الصحية إحنا عندنا عدد كبير من المنشآت مقدمة لإحنا عندنا بالفعل منشآت سجلت أو اعتمدت في الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية المنشآت دي بتقدم خدمتها حاليا جامل في محافظات زي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية ومحافظات مرحلة الأولى عموما إحنا عندنا ما يقرب من 150 منشآت تم تسجيلهم وبعض المنشآت تم اعتمادهم وهم المنشآت دي بتقدم خدمتها للمواطنين بشكل يعني أنا أقدر أقول يعني لو حضراتكم روحتوا في زيارة ميدانية بورسعيد مثلا بورسعيد هيئة والمحافظة بدأنا فيها فالموضوع بقاله حول سنتين دلوقتي في بورسعيد فيه خدمات ما كانتش موجودة في بورسعيد من ثلاث سنين مثلا خدمات كتير كما وكيفا أنا هنا بتكلم على خدمات كما وكيفا يعني فيه خدمات طبية ما كانتش موجودة أصلا زي عمليات زي مثلا غسيل يعني خلينا نتكلم في خدمات غسيله كلوي للأطفال موجود عمليات قلب التدخلات للأورام عمليات وجاج عمود فقري مثلا أو يعني تشوهات عمودة ويخدوه في محافظات أخرى ده بقى موجود هناك من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى لما كانوا بيسافروا قبل كده يعني بقى كان يعني كان النظام مش موحد يعني تأمين خاص للتأمين القديم أو على حق من بشكل يعني أو بيدفع من جيبه المريض ما فيش الكلام ده دلوقتي كله منظومة تأمين الصحي الشامل طيب إحنا وصلنا لفين في المنظومة دلوقتي؟ في طب بي المنظومة محافظات بور سعيد والأقصر والإسماعيلية شغالين باقي محافظات المرحلة الأولى بيجهزوا في آخر مرحلة الجهزية يعني على أول العام اللي هو أول 22 هيكونوا أبر رانينج هيكونوا بيقدموا خدماتهم تحت المظلة دي اللي هو جنوب سينة والأقصر وجنوب سينة والسويس وأسوان وبعد كده على نصف الثاني من العام القادم اللي هو من شهر سبعة يعني 22 هتبدأ محافظات المرحلة الثانية وبالتالي هيكون معنا ما يقرب من 11 محافظة هيبقوا بدأوا يدخلوا يعني هيكون فيه ستة في المرحلة الأولى وفيه خمسة هيكونوا يدخلوا في المرحلة الثانية فهيكون حوالي 11 محافظة بدأوا يتطبق فيهم منظومة تأمين الصحي الشامل طيب دكتور عايزة أسأل حضرتك عن الأليات الرقابية لما بعد المنظومة احنا بنقول أنه فيه محافظات زي برسعيد مثلا والأقصر تم تطبيق المنظومة بالفعل والناس بتردت يعني تحس بالفعل وتشوف مستوى المستشفى مستوى الخدمة للطبية المقدمة داخل المستشفيات إيه الأليات الرقابية اللي احنا بنستخدمها علشان نحافظ على هذا المستوى الهيئة العامة لإعتماد والرقابة الصحية هي زي ما حكت زي اسمها كده هي الهيئة هيئة الاعتماد والرقابة فهي تعتمد وتسجل مقدمة خدمة مثلاً كانت منشآت أعضاء مهن طبية وتراقب على تأديد هذه الخدمة مثلاً كانت للمنشآت أعضاء المهن الطبية فاحنا عندنا إدارة كبيرة جداً إدارة مركزية في الهيئة هي إدارة الرقابة الصحية والإدارة دي بتقوم بجمع بيانات وبزيارات ميدانية رقابة وبتقوم يعني بالتاني تاني هل فيه نوع من التواصل مع الناس داخل هذه اللي ما نقول لها فيه جمع بيانات سواء الجمع بيانات ده من كول سنتر أو بالتواصل التليفوني أو بالإنترنت أو كول سنتر يعني مع المرضى إحنا عندنا بدنا تواصل مع المرضى أثناء تواجدهم في طلق الخدمة وبعد الخروج عشان شوفوا مستوى الخدمة لأنه ممكن المريض يكون بايزد أو يعني يكون هو بياخد الخدمة خاف يقول رأيه الحقيقي يعني فبعد ما بيخرج بثلاث يام بنتواصل مع تاني اللي هو عشان يكون روح وخلاص بقى ففيه تواصل مع المرضى بناخد رأيهم عن تقديم الخدمة ومبارح كمان الزميل مدير التنفيذي الهيئة التأمين الصح الشام اللي هي دي الهيئة اللي بتدفع فاتورة المريض أو تكلفة الخدمة المسؤولة عن تمويل تقديم الخدمة والاستدامة المالية لخدمة قال الحاجة مهمة إن احنا مش بس بس بيدفع مقابل خدمة أو أبنان على أسعار لا هو كمان بيدفع على جودة وسلامة يعني المريض رضا المرضى بيأخذ في الاعتبار اللي عايز أوضحه في دي إن احنا لو قلت لكم دلوقتي متوسط رضا المرضى مثلاً في بورسعيدة على اعتبارنا بقالها فترة سنتين وإسناها فترة طويلة هو بقى متوسط 88-89-90% نسبة كويسة جداً بس لو هنقول يمكن هتقولوا يعني إحنا جهة حكومية وبنقيس لجهات حكومية الحقيقة إحنا جهة مستقلة لأنه لا نتبع اللي بيشرف علينا سيد رئيس الجمهورية يعني إشراف الهيئة العامة اللي هتمنظر لقابة الصحية فإحنا جهة مستقلة وكمان تأكيداً في منظمة ذكر اسمها منظمة مجتمع مدني يعني كانت قريديا عملت الإكسرسايز ده اللي نزلت إيس رضا المواطنين من المستشفات الحكومية في 27 محافظة قبل التأمين الصحي ومن ضمنهم كان بورس عيد كان المتوسط أنا مش فاكر رقم بالزبط بس كان عراوند 22% نشوف قبل وبعد أنا هنا بتكلم عليهم هم إحنا ما بنسش قبل لأن إحنا سلطتنا أو يعني حدود اختصاصنا بيبدأ بعد هم كانوا قايتين قبل وهم آسوا تاني بعد غير قياسنا وكان قياسهم 88% على الفاكرة اللي هو قريب جدا بالصدفة يعني الرقم متقرب جدا من الأقام اللي احنا بنفسنا ما اللي كنت بقوله حضرتك يا دكتور إسلام من أنتو يمكن عليكم مسؤولية كبيرة جدا في رقابة في ضمان استمرارية هذا المشروع لأنه أهم حاجة هي الرقابة والمتابعة المستمر كان عندي سؤال تاني كنت أريد سأله حضرتك هل المستشفيات اللي بيتم اعتمادها من قبل هي المستشفيات تابعة الوزارة الصحة فقط مستشفيات الجامعية مستشفيات خاصة لا أول حقيقة احنا بجميع المستشفيات وجميع المنشآت مش بس مستشفيات عندنا مستشفيات ووحدات ومعامل وصيدليات ومراكز أشعة جميع المنشآت خاصة أو عامة وزي ما احنا دايما بنقول أنه هو منظومة التأمين الصحي الشامل لأنه هو ده النزاء هو أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر هي لجميع المواطنين فمش هينفع تقوم إلا بجميع مقدم الخدم صح؟ فهي ما نقدرش نغفل دور الجامعات والمستشفيات الجامعية دي شايلة حمل كبير جدا في تقديم الخدمات الصحية في مصر القطاع الخاص شايل جزء كبير جدا من تقديم الخدمات الصحية هي المنظومة القائمة على فصل تقديم الخدمة عن تمويل الخدمة عن الرقابة لأشراف عليها وده يمكن يعني إحدى عامل النجاح طبعا إنه يحصل كده فكرة فصل المسئوليات ويعني التعاون كمان بقى يعني فصل آه لكن فيه نوع من أنواع التنصيق والتعاون بين التلات هيئات صحيح وده اللي كان موجود مبارح لا مش بس التلات هيئات حتى هيئة الدواء وهيئة شراء الموحد هم الخمس هيئات اللي في النظام الصحي الجديد كله بيتعاون مع بعض وكله بينسق بشكل دائم مع بعض بالنسبة للتلات هيئات اللي في منظومة التأمين الصحي الشامل هو أصلا بيجتمعوا مع بعض وبينسقوا مع بعض بشكل دوري هيئة شراء الموحد هيئة مستحدثة ما كانتش موجودة عندنا قبل كده أهمية وجود هيئة لشراء الموحد للأدوية ويمكن كنا قبل كده جهات عديدة بتشترك في هذا الموضوع لكن دلوقتي بنشوف ده موجود في هيئة الشراء الموحد حضرتك شايف وجود هذه الهيئة بيمثل إي دلوقتي دي هيئة مهمة جدا هي مش بس الأدوية هي للأدوية والمستهلكات والأجهزة هي هيئة مهمة جدا علشان إحنا الموارد في الآخر هي محدودة علشان نقدر نحقق أفضل استخدام أو أفضل أفضل جلب لهذه الموارد واستخدام لها كنا محتاجين هيئة زي هيئة الشراء الموحد هي هيئة دي بتضمن أن سلسلة الإمداد والتموين تكون وفقا لأفضل المعايير الحاجات اللي موجودة سواء كانت أدوية ومستهلكات أو أجهزة اللي بتتعامل اللي بنتعامل بيها مع المرضى ونقدم من خلالها الخدمات للمرضى تكون حاجة أثنتيك حاجة كويسة حاجة ما فيهاش أي أقطاء وفي نفس الوقت وعلى أن تضمن أن نتجول الاستراتيجي بأقل الأسعار عشان نقدر نقدم خدمات كويسة لكل الناس وعايزين كمان نركز على نقطة مهمة حضرتك قلتها دكتور أنه مش فقط مستشفيات زي ما حضرتك قلت مقدمي أي منشأة صحية مستشفيات معامل صيدليات كل ده داخل هذه المنظومة وعشان يتم اعتمادها بيتم إعادة تأهلها وتطورها من جديد لو نتكلم عن مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية لازم يتم تطورها بمعدات حديثة باتباع أسليم معينة عشان يتم اعتمادها من قبل هيئة الدولة قامت بدورها وإنفستد أو استثمرت بشكل كبير جدا في محافظات المرحلة الأولى وفي عموما على مستوى الدولة يعني مشروع حياة كريمة الدولة بتستثمر فيه وبتعيد تأهيل وبترفع كفاءة الوحدات الصحية في آلاف القرى ده على مستوى المصر كلها تمهيدا لأن الوحدات دي كلها تنضم مستقبلا للتأميم الصحي الشامع فده ده الدولة القطاع الخاص كمان بيستثمر بقوة في هذا المجال لأنه عارف أن الفرص كبيرة جدا الهيئة العامة لإعتمادها لرقابة الصحية بصراحة احنا من الإنجازات الكبيرة اللي بنفخر بيها أننا بقينا بالإنفلونس بتاعنا أو بتأثرنا الغير مباشر بقى جميع المستثمرين سواء خاص أو الحكومي لما بيجي ينشئ منشاقة صحية بيراعي معاييرنا في إنشاءها وبقت بتبقى مش مجرد إن المنشابة شكلها كويس من بره لا ده هي من جوة بتطبق أبقى على المعايير العالمية للجودة وسلامة تقديم الخدمات الصحية ده عظيم جدا والمهم كمان في الموضوع أنه الاشتراك في هذه المنظومة بالنسبة للمواطنين سهل جدا يا جماعة ده بالبطاقة تقريبا بطاقة الرقم القومي بيروح يشترك الاشتراك للمواطنين بسيط وإلزامي أصلا جميع أسوال الجميع وهو يعني وحدة الاشتراك في هذه المنظومة الأسرة ليس الفرد فهو لما فرد بشترك ببقى هو أسرته بملفه أسرة وجميع الأسرة بتبقى مشتركة القادرين بيبقى لهم نسبة اشتراك من دخلهم يعني نسب من دخلهم غير قادرين الدولة بتتكفل باشتراكاتهم وهنا يقدروا بقى يشوفوا المواطن اللي في المحافظة اللي تم تطبيق في هذه المنظومة واجه الاستفادة عاملة إزاي عشان يكون قدامهم عشان يشوفوا هما كمان هيستفيدوا إيه ده صحيح وإن كان يعني بتلاقي دايما في مواطنين المواطن اللي كان بيأخذ الخدمات الحكومية ده على طول بتلاقي موجود لأنه وكده كان بيأخذ الخدمات الصحية الحكومية المواطنين الشريحة اللي بعدهم على طول هي دي اللي بدأت تدخل بقوة في شريحة لسه بتشارع لها بس هي نجاح المنظومة أنه كله بيأخذ خدماته من خلال هذه المنظومة لكن اللي بأكده أنه كل اللي بيجرب ويروح يأخذ خدماته من خلال هذه المنظومة بيشكرها ويمكن ده بان قوي في حاجة في تأثير عايزين نكمل محضرتك الكلام لكن عندنا موجز الساعة على رأس الساعة دكتور إسلام أبي يوسف نائب رئيس الهاية العامة للاعتماد ورقابة الصحية شكرا جديلا على كل هذه المعلومات شكرا